كثير يستعملون البخاخ المخدر الموضعي أثناء إزالة الشعر علشان يقللوا الإحساس بالألم وقت إزالة الشعر لكن فيه أنواع كريمات تانية جديدة كويسة ونتائجها أحسن من البخاخ تابعين علشان تعرفي أي نوع الكويس تستعمليه وتستفيد منه السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومعلومة جديدة في الصيدلية مع دكتور أحمد من الأنواع الشائعة جدا نستعملها زي ما قلنا الليدوكاين سبري ده بخاخ مخدر موضعي بيعمل تخدير موضعي في المكان اللي بتبخه عليه لمدة دقايق فهيستعمل بصفة كبيرة جدا للناس اللي بتعمل إزالة شعر أو كده لكن طبعا اللي لازم ناخد بالنا معلومة قبل طريقة استعمال ده أو أي حاجة تانية البخاخ ده بيفيد فقط في الأماكن الحساسة اللي هي فيها أغشية مخاطية يعني ماينفعش تحت الإبط مثلا الأماكن اللي فيها جلد سليم مش هيأثر فيها يعني لو حطيته على الجلد عموما مش هيأثر الفكرة كلها في أماكن تبقى الأماكن الحساسة اللي فيها أغشية مخاطية تمام نبدأ نستعمل البخاخ ده هيعمل فعلا تخدير موضعي لكن في حاجة تانية بتبقى نستعملها بكمية أقل وفي نفس الوقت بتدي مفعول أحسن النوع اللي بنتكلم عنه اللي هو حاجة بديل الإملة الإملة كريم طبعا من الحاجات المعروفة للموضع ده فيه زيه بالزبط حاجة اسمها بريدو كاين بريدو كاين كريم من الحاجات المشغالية يعني حوالي 13 جنيه ونص الأنبوبة الكريم ده عبارة عن كريم بيستعمل كمخدر موضعي بكفاءة أعلى الميزة فيه إنه هو بيبقى فيه مادة بتنشط الدورة الدموية تمام في المنطقة دي فبالتالي بتخلي إحساس التخدير أعلى يعني بتخلي كفاءة التخدير أعلى يعني بكمية صبيرة جدا هيتحط في خلال دقايق هيتدي تخدير كويس وفي نفس الوقت تخدير للمناطق اللي حوالين الأغشية المخاطية شوية من الجلد فبالتالي كفاءته هتبع أعلى من البخاخ العادي اللي هو الزيلوكاين أو الليلوكاين اللي بيستعمل يبقى الأفضل دايما يستعمل بريدوكاين يا كريم إملا أو بريلا كلهم نفس التركيبة الإملا والبرلا والبريدوكاين على حسب الدولة اللي حضرتك موجود فيها هتلاقي الكريم ده بمسميات مختلفة في إملا أو بريلا موجود طبعا في دول الخليج عموما هتلاقي البريلا وهتلاقي البريلا طبعا منتشر أكتر في مصر هيبقى موجود البريدوكاين من الحاجات اللي فعلا بتدي تخدير أكتر كتير من البخاخ وسعره مش غاية تابعونا في فيديوهات جديدة ومعلومات جديدة ومعلومة في الصيد الليلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر